ما يجري في الميدان السوري لا يغيب عن جداول أعمال الساسة إقليميا ودوليا ففي الحسكة وبعد أيام من المعارك يقال إن النظام من جهة وحزب الاتحاد الديمقراطي من جهة أخرى توصل إلى اتفاق هدنة شاملة في المدينة بعد وساطة روسية في بند الاتفاق لن تتراجع وحدات حماية الشعب وقوات الأسيش الكردية عن المناطق التي استولت عليها خلال أيام وأهمها حي غيران والنشوى وسيبقى النظام محاصرا في مربعه الأمني بعد أن تقلص نفوذه في الحسكة إلى نحو عشرة بالمئة فقط ليصبح وجوده رمزيا لا أكثر المشهد العسكري في الحسكة تزامن وما يزال مع حراك إقليميا ودوليا تشكل تركيا نواته الرئيسة يوم الثلاثاء حط في ديارها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وهو المعروف بمواقفه المخالفة لحزب العمال الكردستاني وجناحه في سوريا أي حزب الاتحاد الديمقراطي قد تكون هذه المواقف هي نقطة الالتقاء الرئيسة بين كردستان العراق والدولة التركية ولعل الشمال السوري ومحاولة حزب الاتحاد الديمقراطي إقامة دويلته هي أحد أسباب الزيارة خصوصا أن بارزاني يستعد بعد أيام أيضا لزيارة إيران التي تشاطر الأتراك موقفهم في رفض تقسيم سوريا على أساس قومية عدا عن ذلك فكل الزيارات المعلنة والسرية بين تركيا وإيران في الفترة الماضية ما زالت غامضة من ناحية المسائل الأخرى في الملف السوري لكن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم دعا واشنطن وموسكو وطهران وبعض دول الخليج لفتح صفحة جديدة حول سوريا وإيجاد مقاربة لحل الأزمة السورية بأسرع وقت هذه المقاربة التي تريدها أنقرى دفعتها مؤخرا لرمي أحد أوراقها معلنة قبولها بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية دون أن يكون له دور في مستقبل سوريا لكن ما هو الثمن الذي ستقبضه تركيا مقابل هذه الليونة وهل نشاطها الدبلوماسي المتسارع حول سوريا ينم عن تحركات تجري في الخفاء بينها وبين جهات إقليمية ودولية يجعل من الستة أشهر المقبلة تحمل تطورات جميلة في سوريا بحسب ما تنبأ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لا توحي التحركات الأمريكية الروسية بنية البلدين العمل على المسار السياسي فوزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال إن المحادثات الخاصة بشأن التعاون العسكري في سوريا بين أمريكا وروسيا تقترب من نهايتها ويرى مراقبون أن أبواب الحل السياسي لن تفتح من جديد فيما تبقى من ولاية أوباما التي تنتهي بعد نحو شهرين وإلى حين قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة فإن الخارطة السورية بحدودها وأحداثها معرضة لمزيد من التقلبات العسكرية المتأثرة بالمناخ السياسي المتقلب بين عدة أطراف إقليمية ودولية